معارك الجيش الوطني تحقق أهدافها في الجوف لم يبقى في أيدي ميليشيا الحوث الانقلابية سوى 5% من إجمال مساحة مديرية خب والشعف كبرى مديريات المحافظة إنجاز تحقق بعد معارك ظارية خاضها الجيش الوطني في هذه الجبهة في طريقه لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف هذه المديرية التي كبد الجيش الوطني الميليشية الانقلابية الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات ولاذ بالفرار أمام تقدم الجيش الوطني القيادة العليا للجيش كانت في موقع الحدث فقد زار رئيس هيئة الأركان العامة اللواء طاهر العقيل رفقة محافظ الجوف اللواء من العكيم مواقع الجيش في جبهة خب والشعف مطلعا على سير المعارك في هذه الجبهة اعلام القوات المسلحة تحدث عن تعرض رئيس هيئة الأركان لإصابات طفيفة في ساقه اليمنى نتيجة انفجار رغم أرضي في المهاشمة مما تبقى من الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في هذه الجبهة وعلى إثر هزائمها المتلاحقة في أهم جبهة بالجوف نفذت الميليشيا هجوما فاشلا على مواقع الجيش الوطني في جبهة حام التابعة لمديرية المتون غرب المحافظة في محاولة لإحكام السيطرة على هذه السلسلة الجبلية التي تشرف على مركز محافظة الجوف لكن الجيش الوطني صد الهجوم وتمكن من تحرير جبل القعيطة الذي يعلو سلسلة جبل حام الاستراتيجية ويقول الجيش إن هذا التقدم سيسهل السيطرة على بقية السلسلة الجبلية والتي تتحكم بشكل تلقائي على المديريات الجنوبية الغربية لهذه المحافظة طيران التحالف العربي شن غارة على إمدادات تابعة للحوثيين في جبهة حام وشن غارة أخرى على سيارة عسكرية رصدت إلى الجنوب من منطقة اليتمة معارك الساعات الأخيرة في الجوف تشير إلى تحول جوهري في سير العمليات العسكرية في هذه المحافظة على ضوء الانتصارة المتلاحقة التي ستنهي تواجد الميليشيا في واحدة من أهم الجبهات إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء